إذا ألقينا نظرة سريعة على هذه السفينة الهائلة الكبيرة جداً اللي هي USS Nimitz رح نلاحظ عندها مواصفات كبيرة جداً وهائلة جداً وهي بالفعل مدمرة كاملة وممكن أن تقيم حرب على أي دولة بحالها هذه حقيقة USS Nimitz عرضها تقريباً يجي 70 متر وطولها 300 متر ارتفاعها 23 طابق وأيضاً بيها فدميزة كبيرة جداً هذه السفينة أنه بيها مفاعلات نووية اثنين هي تحملها دائماً وياها هذه حاملة الطائرات والغرض من حمل هذه المفاعلات النووية هي الوقود هذه ما تحتاج أن تتزود بالوقود لمدة 20 عام يعني كل 20 سنة يلا يزودوا لها وقود فتخيل طبيعة التحرك مالتها وشون تتحرك بسرعة وميهمها قضية الوقود نهائياً على عكس هواء السفن وهذه نيمتز واحدة من أكبر حاملات الطائرات والسفن الحربية في العالم وهذه طبعاً صارت في عام 1975 وطبعاً سموها نيمتز على تشستر نيمتز اللي هو طبعاً آمر الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ يبان طبعاً الحرب العالمية الثانية سموها على اسمه وهذه من نوعيتها هذه فئة نيمتز بعد ما يصدروها الآن الأمريكيين حقيقةً لأنه صارت بعدها فئة فورد هذه الفئة فعلياً أكو منها عشر سفن أكو بأسمى رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية غير نيمتز يعني أكو مثلاً يو اس اس جورج بوش أكو يو اس اس إبراهام لينكن أكل كثير حقيقة من عدها لذلك هذه المدمرة حقيقة أيضاً عدها تجربة كبيرة في العراق هي دائماً تتواجد في الخليج العربي كذلك هي تستوعب أكثر من خمسة آلاف من طاقمها داخل حاملة الطائرات وصلون إلى سبعة آلاف تقريباً وأيضاً هي تستوعب أكثر من تسعين طائرة من مختلف الأنواع طائرات حربية نتحدث هنا وأيضاً الشيء والميزة الكبيرة جداً بهذه الحاملة الطائرات أنه الطائرات فعلياً تستطيع أن تنطلق كل طائرة يعني الفرق بين طائرة وطائرة عند الانطلاق هي عشرين ثانية فقط لذلك هي عندها مقدرة كاملة أن تقيم حرب على أي دولة بحالها وتسوي مشكلة كبيرة ونحن نذكر كل زيان كعراقين حاملات الطائرات كيف كان دورها كبير بالنسبة للعراق والمعارك اللي خاذها العراق طبعاً ضد الولايات المتحدة الأمريكية كذلك وزنها طبعاً مئة ألف طن هذه الحاملة الطائرات كذلك هي باستيعابها الكبير يعني تستوعب كل شي على المكسيمم على أقصى شيء يعني مليانة طيارات وأيضاً أكثر من خمسة آلاف من طبعاً الطاقة مالتها هي تقدر تمشي بسرعة أكثر من ستة وخمسين كيلو متر في الساعة الواحدة لذلك ميزات هائلة جداً ووجودها يعني الكثير والبعض يعتبرها هذه ورقة حرب وليست ورقة الردع